نبدأ اليوم مع Red Carpet حفلة Critics Choice Awards بنسخته 27 يلي أقيم يوم الثانيين بألاي من بعد تأجيله لمدة شهرين بسبب كورونا وأطلالة سلينا جويماز كانت حديث الناس على مواقع التواصل ومن الفائزين بالحفل كان طبعاً ويل سميث يلي حصى جائزة أفضل ممثل عن دوره بكينغ ريتشد أما جائزة أفضل فيلم فكانت من نصيب The Power of the Dog جوائز لCritics Choice Awards ما اقتصرت بس على فئة الأفلام طبعاً كمان كان فيه جوائز للمسلسلات ومن أبرزها جائزة أفضل مسلسل كوميدي لمسلسل تيد لاصور وجائزة أفضل مسلسل أجنبي غير ناطق باللغة الإنجليزية لمسلسل Squid Game وحصد ممثل لي جونج جاي جائزة أفضل ممثل درامي عن دوره بنفس المسلسل ومن أجوال Critics Choice Awards كمان أقيم أيضاً فعالية Red Carpet تاني بنفس الوقت بلندن للنجوم يلي ما قدروا يتواجدوا بالحفل بلاي وخطفت الأضواء طبعاً ليدي جاغا يلي كانت مرشحة على جائزة أفضل ممثلة عن دوره بـ House of Gucci وبحديثنا عن جاغا أيضاً خطفت الأضواء على الـ Red Carpet بحفل جوائز البافتا السنوية بدورته الـ 75 يلي أقيم بداية الأسبوع وطبعاً كان حديث الناس حفل البافتا ما كان لايف لكن تم تسجيله وإذاعته بعد ساعات من انتهاءه وطبعاً تواجد فيه عدد كبير من النجوم من بينهم أما واتسن ربيل ويلسن سلمة حايك وغيرهم الكثير وبعيداً عن أخبار حفلات توزيع الجوائز الحافلة كانيا ويست كمان مرة كان حديث الناس بعد ما عمل بلبلة بسبب فيديو لبنته نورث ويست البلغة من العمر 8 سنوات ظهرت فيه على تطبيق تيك توك هم تغني أغنية لمشين دون كيلي وحاطة ميك أب جداً غوثيك طبعاً كانيا هاجم كيم ونشر فيديو رجع يحكي فيه بموضوع حضانته لأولاده الأربعة واعتراضه على دخولهم لعالم السوشيو ميديا على عمر مبكر وأنه كيم مش صالحة لتربية الأولاد الأربعة بالشكل الصحيح أولكن من معوها؟ اشتركوا في القناة